خليني بس اقول له حضراتكم انا امبارح اتكلمت على قرار رئيس مجلس الوزراء وهو قال انه احنا كمان كدولة اهو قدام حضراتكم هنعمل ايه احنا كدولة هنركز كمان على العيش مش العيش المدعم الخبز الحر انا وقفت امبارح نفس المكان اهو ده الخبز الحر قال ايه القرار بتاع رئيس الوزراء ده اصدر قرار اهو قرار ونصف مادته قال انه سعر البيع هيحدد اللي هو الحر برضو مش المدعم وقال السعر يتحط على اماكن ظاهرة وقال الكلام ده لمدة 3 شهور وهنشوف القصة ايه والقرار قال الكلام بالزبطة اهو قال لك ان سعر الخبز المميز هيبقى 50 ارش 50 ارش اللي هي الرغيف وزنه 45 جرام وخمسة وسبعين ارش للرغيف 65 جرام وجنيه للرغيف 90 جرام واحداشر ونص جنيه للكيلو او حداشر وخمس ارش للكيلو الخبز المعبق وقال انه هيكون بيع الخبز الفين وبسعر 50 ارش للرغيف الاربعين جرام خمسة وبرين ارش للرغيف 60 جرام وجنيه واحد للرغيف اللي هو ابو 80 جرام وقال اللي هيخرج عن هذا الاطار هي 900 الف جنيه غرامة او خمسة مليون جنيه